السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليمية نحاول ان شاء الله في الفيديو طرق الوثائق استرجاع ضريبة على الدخل وقرض السكن بشكل بسيط جدا دون تعقيد بالنسبة الادارات التي سنستخرج منها الوثائق كانت 3 ادارات كانت المديرية الاقليمية للدرائب التي نحن سكن فيها ثم مديرية الاقليمية للتعليم بالنسبة الاساتيدة ثم البنك الذي نعمل معه بالنسبة الوثائق التي نحتاجه من البنك كانت طابل داموكتسمون هو عبارة واحد للجدول في القطاعات الشهرية لموضوع طلب استرجاع ضريبة عن الدخل ثم الوريب بالنسبة الوثائق التي نحصل عليهم من البنك الوثائق الموالية وهي باية الأجراء للسنوات موضوع طلب استرجاع ضريبة عن الدخل نستخرجهم من المديرية الاقليمية للتعليم ثم مديرية الدرائب نستخرج منها طلب تصريح بالشرف نستخدم المطبوع ونستخدم المطبوع وفي حالة المنزل لم يكن تسجيل فرص من النظافة نستخدم في هذه الأدارة النيت ثم هذه الأدارة هي فيها تدفع الملف في دينا إذن كما قلنا أول شيء هو طلب تصريح بالشرف واحد المطبوع ونستخدم عليه من إدارة الضرائب كن ندرجو في الإقرارات السنوية بالمجموع الدخل والسنوات موضوع الطلب المعلومات كن نسجلوهم في المطبوع دينا أيضا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية كما تشوفون هذا هو النموذج للطلب فهو سهل الملء دياله كما قلنا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إذا كانت تحمل عنوان السكن مزيان ما كانت تحمل عنوان السكن نستخرج شهادة السكنة وشهادة السكنة هي التي نرفقها بالميلف يعني عندما كانت تحمل نفس عنوان السكن في بطاقة التعريف الوطنية أيضا شهادة الأجراء أو شهادة المعاش شهادة الأجراء كانت تحملها من المديرية التعليم عقد الإقتناء وعقد القرد بالمسبة للعقد الإقتناء كانت تحملها من عند النوطير من عند الموطق كي يكون عندنا غالبا وعقد القرد من البنك وشهادة الفوائد أيضا من البنك وهي التي نرى تستسيون بونكي وجود دول استهلاك القروض طابل داموكتسمون أيضا رخصة السكنة بالنسبة لحالة البناء يعني في حالة البناء يحتاج رخصة السكنة وأيضا نسخة من رخصة البناء في حالة البناء ثم بيان تعريف البنكي كما نرى هو لغيب فهي وثائق يعني بسيطة يمكن أي شخص يعني في نهار واحد ولا يومين يمكن يجمع هذا الوثائق وميتهاونش ويدفع ويسترجع أموال دياله وبالتوفيق لكم إن شاء الله أموال دياله